مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو من الموضوعات المهمة والتي تعتبر أيضا من الموضوعات الأساسية في الإيمان المسيحي وهو الثلوس وعنوان الحلقة هو الثلوس طبيعة الله أم اختراع بشر هل عندما نحدث عن طبيعة الله نحن نتحدث عن الثلوس أم أن الثلوس هو اختراع الكنيسة واختراع بشر أسبوع الماضي كلمنا عن طبيعة الله في الإيمان المسيحي وشفنا أن طبيعة الله في الإيمان المسيحي أنه إله واحد هذا الإله الواحد كائن بذاته هذا الإله الواحد الكائن بذاته هو روح ليس فيه مادة هو طبيعة طبيعة روحية ولأنه روح فهو غير محدود وهو أيضا ليس مجرد روح شيء هلامي ليس له شخصية بل هو شخص كائن له شخصيته كويس فهو شخص وقلنا اللي بميز الشخص عن بقية الكائنات أنه له إدراك ذاتي يعلم عن نفسه جيدا وفي نفس الوقت له مقاصد وإرادة ذاتية وكلمنا عن الله أيضا أنه هو الحياة رب الحياة ومعطي الحياة وله حياة في ذاته اليوم نتكلم عن الثلوس ونحن نتكلم عن طبيعة الله لا بد أن نتحدث عن الثلوس لكن بسبب الفهم الخاطئ عن الثلوس هناك أسئلة كثيرة يترح البعض بخصوص عقيدة أن الله واحد مثلس الأقانيم الفهم الخاطئ مبني على هذه الصورة كما قدمها البعض أن هناك ثلاث أشخاص بس كل واحد لابس بلوفر مختلف ثلاث أشخاص كل واحد عنده بلوفر مختلف لكن الثلاث أشخاص بيشتركوا في أنهم لهم طبيعة بشرية كويس ولكن أشكالهم أشكالهم مختلفة وكلمنا عن عملتي يمكن أكثر من حلق للرد على هذا الفيديو وصاحب هذه الصورة الشهيرة المشوهة عن الثلوس هو بالتأكيد ليه ثلاث بولوفرات buy one get two free ألوان مختلفة فأخذهم ولبسهم طيب كمان في فهم خاطئ أن الإيمان بالثلوس هو إيمان بوجود ثلاث أليحة وبما أنه هناك ثلاث أليحة فهذا معناه أن هذا شرك بالله كويس وفي نظر المسلمين هذا يعتبر كفر من يؤمن بهذا فهو كافر وعش كده الفيديو اللي جاي بيوضح لنا هذه الحقيقة بيوضح لنا نظرة المسلم للإيمان بالثلوس لأنه عنده الإيمان بالثلوس مفهوم خاطئ هو عنده الإيمان بالثلوس معناه ثلاث أليحة أن هناك في السماء ثلاثة أليحة وكل إله يعني ضد التاني ثلاث أليحة وأن المسحيين يعبدون ثلاث أليحة دعونا نشوف الفيديو اللي جاي ونرجع نعلق عليه لكن يعني عقيدتنا بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اللي هو الثلوس المقدس الثلوس المقدس يعني الأب هو الله والمسيح هو الله والروح القدس هو الله وكل واحد فيهم هو الله يبلغت كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم معناها اللي بيؤمن بالثلوس المقدس حضرتك يعني حضرتك قلت إن الأب هو الله والابن هو الله وروح القدس هو الله وده صح لكن نسيت أهم أهم جزء في الإيمان المسيح إله واحد لأنك أنت مش عايز تقبل حقيقة دي فأنت بتفسرها على مزاجك أنت عايز تقدم للمشاهدين أو المستمعين اللي بيسمعوك إنه المسحيين بيعبدوا ثلاث أليحة ونحن لا نعبد ثلاث أليحة يعني عدم فهمك أو فهمك الخاطئ للثلوس كويس ما يدكش الحق إن أنت تهاجم المؤمنين بالثلوس ده بدل من أنت تدرس وتفهم يعني إيه الثلوس وإيه إيمان المسيح بالثلوس وإيه منطلق إيمان المسيح في وحدانية الله أنت مجرد بس بتحاول توجه اتهمات باطلة نحو الإيمان المسيحي كويس خلينا أقول هنا هل يعلم الكتاب المقدس عن الثلوس الأقدس لأن الإجابة على السؤال ده على طول هتجاوب على عنوان الحلقة هل الثلوس هو طبيعة الله أم أنه اختراع بشر هل يعلم الكتاب المقدس عن الثلوس بكل وضوح خليني الأول همش مع حضراتكم واحدة واحدة كويس وأنا بشكر كل متابعي برامج برنامج عبر الكتاب لأنه حضراتكم فعلا الكمنتات اللي بتبعطوها والتعليقات اللي بتبعطوها بتدل على أنكم فعلا البرنامج ده بيفرق معاكم وكمان المعلومات اللي بتقدم في هذا البرنامج من تعليم ومن أمور توضيحية الإيمان المسيحي بتساعدنا كتير في فهم الإيمان المسيحي والرد على المشتكين هل يعلم الكتاب المقدس عن الثلوس أولا عشان أقول أبقى صريح معاكم للإجابة على هذا السؤال نبدأ أولا بفحص كلمة يعلم ماذا نقصد بيعلم يعني الشخص اللي بيسأل السؤال ده يقول لي أين أو كيفة أو هل يعلم الكتاب المقدس عن الثلوس يعني أين تبتقصه دي يقول لي كلمة الثلوس على طول كده كلمة الثلوس مش موجودة في الكتاب المقدس أقول له آه صح كلمة الثلوس أو الثلوس لم ترد في الكتاب المقدس وبعدين العبارة اللي انتو بتقولوها عن الثلوس وهي تلخيص الثلوس أن الله واحد من حيث الجوهر مثلث الأقانيم هذه العبارة لنجدها في الكتاب المقدس أقول له أه صح عندك حق هذه العبارة لا يمكن أبدا تجدها بهذا الشكل في الكتاب المعدس كويس فإن كنت تأصد أن كلمة الثلوس لم تذكر فأنت عندك حق وإن كنت تذكر أن العبارة كما تذكرها بهذا الشكل أن الله واحد من حيث الجوهر مثلث الأقانيم هذه العبارة لن تجدها بهذا الشكل لكن هذا ليس معناه أن الكتاب المقدس لا يعلم عن الثلوس بل من أول صفحة في العهد الأديم لآخر صفحة في العهد الجديد من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤية هناك مئات بل آلاف الأدلة التي تتحدث عن طبيعة الله حضرتك مش عايز تفهمها ومش عايز تبزي المجهود في فهمها ومش عايز تقبلها ده موضوعك أنت الشخصي لكن العقيدة المسيحية عقيدة الثلوس موجودة في كل صفحات الكتاب المقدس ويمكن لأي قارئ أو دارس للكتاب أن يصل إلى هذه الحقيقة بنفسه يصل إلى هذه الحقيقة بنفسه لأمر ما الصعب كويس؟ لكن خليني أبدأ وأسأل المسلم سؤال أنت تؤمن بالتوحيد تنادي بالتوحيد كويس؟ وتقول أن التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية ونسألك سؤال أين وردت كلمة التوحيد في القرآن؟ لم ترد لم ترد لا نجدها في أي آية أو أي صورة قرآنية فهل ذكرت كلمة التوحيد في القرآن؟ لا طب الحاجة التانية هل توجد الشهادة أو الشهادتين مع بعض في أي نص قرآني؟ غير موجودين ومن نجدهم فين؟ نجدهم في الأحاديث اللي كتبت بعد ظهور الإسلام بمئتين سنة أو أكتر من مئتين سنة كلمة الثلوس هي ملخص لما يقول الكتاب المقدس ويعلم الكتاب المقدس عن طبيعة الله وإن لم يذكر الكتاب المؤدس هذه الكلمة لفظا فليس هذا تعنا في العقيدة نفسها ولا يمكن الإنسان أن يطعن في العقيدة في عقيدة الثلوس لأن كلمة الثلوس لم تذكر في الكتاب المقدس طبيعة الله ما هي طبيعة الله؟ نؤمن بأن الله كائن زي ما تكلمنا موجود بذاته روح غير محدود هذه على فكرة هذه الحقائق عن الله غير واضحة في الإسلام غير واضحة يعني ما تتكلم أنا عدت أدور على إن الله روح في الإسلام يعني لم أجد حتى بحثا أو مقالة أو يعني شيء تعليمي عن أن الله روح غير الكتاب المقدس إحنا عندنا النص واضح أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا إنجل يحنى أصحاح 4 وعدد 24 فالأمر عندنا واضح وضوح الشمس الله روح غير محدود طبيعة طبيعة روحية هو إله واحد وأنا هتكلم عن الجزء ده هو إله واحد له ذات واحدة له ذات واحدة له جوهر واحد وهذه الذات تتمتع بالنطق والحياة ده تعريف الثلوس موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه ده السلوس المسيحي ولا يوجد أبدا شرك بالله ولا تعدد أليها كما يدع البعض هذه الذات الإلهية تتمتع بالنطق والحياة الله لو غير ناطق يبقى غير خالق والله لو مش هو حياه وروح يبقى كائن ميت ملوش وجود بدون النطق يكون الله أعجميا مجردا من العقل والنطق والمسيح هو كلمة الله هو اللوجوس هو عقل الله هو كلمة الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان عاش كده لما نرجع إلى سفر التكوين وأصحاح واحد والآيات الأولى نقرأ فيها أنه وقال الله ليكن نور النطق الإلهي الكلمة نفسها التي تعبر عن الذات الإلهية تخلق وكان روح الله يرفع على وجه المئة يعني أنت من أول من أول صفحة في الكتاب المؤدس بتقدر أني أنت تفهم أنه طبيعة الله أكبر من مجرد أنه واحد بسيط طبعا زي ما قلت هنا ومن ثم لا يكون الله خالقا لو الله غير ناطق يبقى الله غير خالق لو غير ناطق يبقى غير خالق بدون الروح يكون إلها ميتا ومن ثم لا يكون إلها دي حقيقة عشان كده الله واحد في ذاته ده الإيمان المسيحي وعندنا عشرات بالمئات الآيات الكتابية الواضحة والصريحة اللي تسد عين الشمس اللي تقول أن الله واحد ومن يقول غير ذلك هو يفتري على الإيمان المسيحي جهلا أو عمدا وثلوس في خصائص كيانه الوجود والنطق والحياة زي ما قلت أن الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه هتقول لي صعب قلت لك ليه صعب هو فوق عقلنا لكنه لا يتعارض مع عقلنا الإله الذي ندخل في عقولنا وندرك كل شيء عن طبيعته يصير إنسانا عاديا يبقى زي زيك يبقى زي زيك لما احنا بكل ما أتينا من علم وتقدم علمي وتكنولوجيا وغواصات وأمور كثيرة يعني يغوص بها الإنسان في أعماق المحيطات حقيقة ما يعرفه الإنسان عن المحيط لا يتعدى خمسة في المية ده المحيط المادي المية اللي موجودة حوالينا ما نعرفه وما نفهمه عن المحيطات لا يتعدى خمسة في المية فما بقى لك بالله خالق كل هذه المخلوقات ده يدوبك بس من سنة 2017 وبالصدفة اكتشف أحد علماء البحار أن أنواع من الحيتان عندما تنام تنام وقفة مش بالعرض بالطول ما كنش عارفها بكذا وكل يوم بيكتشف الإنسان حاجة نعايز أقولك أنه العالم يعلم عن الفضاء أكثر ما يعلم عن المحيطات في كتير قوي من الأفلام الوثائقية عن المحيطات وعن الطبيعة اللي بقى في الإنسان قدامها مابهور فلما نتكلم عن الطبيعة الإلهية يبقى احنا نتكلم عن الله الذي يعلن نفسه أنا مش هقدر أفهمه لكن هو أعلن عن نفسه ازاي هو أعلن عن طبيعته ازاي والله ما أعلنش عن طبيعته مرة واحدة وما أعلنش عن ذاته مرة واحدة أعلن في إعلان متدرج ليس ناسخا ومنسوخا كما يعني عند الإخوة المسلمين لا لا لما نقول إعلان متدرج أن الله في مراحل تاريخية يعلن جزءا أو معلومة أو معرفة عن شخصه مع الوقت وهذا الإعلان اكتمل اكتمل في وجه يسوع المسيح الله بعدما كلم الأباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين في ابنه عش كده يقول يحنى واحد تمنتاشر الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حد من الآب قد خبر عندنا إعلان عن الله في اليسوع المسيح اكتمل لكن الفهم الصحيح للثلوس أن الله واحد موجود بذاته ناطق بكلمته حين بروحه ومن يقول عكس ذلك فما يدعيه هو إدعاء خاطئ رب واحد دي حقيقة دي حقيقة كتابية واضحة جدا حقيقة كتابية واضحة جدا في العهد الأديم وفي العهد الجديد هي هنا مكتوبة في النص العبري يهوة لكن احنا لا نقرأ يهوة كما تعلمنا لكن نقول أدناي أخات رب واحد أخات واحد مكتوبة اللي أصل لأصل أنتم بتؤمنوا بتلات أليحة يبقى إحنا عندنا جيزوفرينيا يبقى إحنا مجانين ومش ممكن يكون المجتمع المسيحي بكل ما فيه من مفكرين وفلاسفة وعلماء أنتجوا للعالم هذا الغنى الرهيب من الفكر والعلم والمعرفة والأبحاث وهم مؤمنين بأن الله واحد وفي نفس الوقت مؤمنين أنا هم ثلاث الأقانين فهي شوية خليك كمسلم خليك كده هادي وقرأ وفهم ما نؤمن به الأول قبل ما أنت حضرتك تتهمنا باتهمات اتهمنا بيها القرآن باطلا واضح العبارة اتهمات اتهمنا بيها القرآن باطلا رب واحد شوف الآية الجميلة دي الآية دي هي بالنسبة لليهودي وبالنسبة للمسيحي تعتبر الأساس على أساسه ها تبنى العبادة الإلهية بل وعلى أساسه تبنى السيادة الإلهية نفسها وربوبيت الرب نفسه بيسميها اليهود The Great Shema Shema اسمع لأنها بتبدأ بكلمة اسمع listen الدين ودنك انتبه لما أقول لأنه اللي هقوله ده مهم جدا زي ما تيجي لابنك تقوله اسمع الكلام اللي هقوله لك فالكلام اللي هتقوله له ده كلام مهم جدا ينبغي له أن يسمعه وزي ما احنا عندنا بالمصري تحط حلقة في ودنك كويس ايه بقى الكلام اللي ربنا بيقول لشعبه الرب الهنا رب واحد ده أساس الإيمان المسيحي شمع يشرائيل أدناي إلهين أدناي أخذ اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وعلى هذا الأساس فالمسيحية تدين بل وترفض بحزم شديد تعدد الأله بل بسبب تعدد الأله يأتي تأتي دينونة الله على الإنسان ده واضح في كتاب المؤدس ده واضح في الكتاب المؤدس اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد الرب إلهنا هو الرب الواحد ما في غيره في الكون ما في غيره ما في زيه ولا غيره ولا مثله بل كل ما يدعيه الإنسان من آله هي أوثان صنعها الإنسان حسب فكره وحسب هواه بل وحسب شهواته الرب الرب إلهنا ما فيش زيه وهو واحد وحيد لا مثيل له ولا يوجد مثله هو رب واحد كل الأديان الوثنية بنيت على تعدد الأله ده المصريين كان عندهم عشق لتعدد الأله ده كل حاجة كانت بتدب على الأرض كانت بيعملوها إله حتى الجعران وغيرهم من الأمم الأخرى فالمسيحية تنادي برب واحد رب واحد وعشان كده في تسنية ستة الشاهد أحط قدام حضراتكم تسنية ستة عدد أربعة إلى خمسة لكن كمان يقول الرب في هذا الشاهد الجميل في تسنية اتنين وثلاثين انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي إيه ده إله معك ده احنا معتقدين أنه الإبن إله معك والروح الكدس إله معك وانتم ثلاث أليهة ده تفكير المسلم انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي يقول الرب هنا بعبارة واضحة ليس إله معي ليس إله معي يقول كمان في إشعياء أربعة واربعين وفي الآيات من ستة إلى تمانية هكذا يقول رب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري ومن مثلي ينادى فليخبر به ويعرضوا لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سيأتي ليخبروهم به يعني أنا اللي الماضي صناعة الماضي ولي الحاضر وأنا أيضا إله المستقبل لا ترتعبوا ولا ترتاعوا أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها الأمم الوثنية كانت تلقى لها عندهم لها تخصصات يعني زي ما كده عندنا دكتور باطنة ودكتور عيون ودكتور ودان كويس وعندنا مهندس وعندنا وريفر اللي موجود كان زمان في الاعتقادات الوثنية أنه كل إله له تخصص هناك إله للخصوبة هناك إله للحرب هناك إله للجبال هناك إله الكذا فكويس وهذا الإله ما يعرفش يعمل غير اللي هو متخصص فيه ويجي الرب في الكتاب مؤدس يعلن أنه هو واحد بل هو الوحيد الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر هو يخلق ده الإيمان المسيحي كده يأكد على هذه الحقيقة في أشعياء 45 ويقول أليس أنا الرب ولا إله غيري إله بار ومخلص ليس سوى التفتوا إلي واخلصوا يا جميع عقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر يبقى علي أساس نخلص أن الله واحد خلصنا متوقف على أن إيماننا بالله هو إيمان بإله واحد وهذا الإله الواحد هو خالق السماء والأرض لكنه أيضا هو الفادي والمخلص وهذه الحقيقة بنجدها بوضوح في الكتاب مؤدس يعني سفر التكوين يكلمني عن الله الخالق خالق السماء والأرض خالق الكون في البدء خلق الله السماء والأرض لكنه كمان أوجد وأنشأ وخلق إسرائيل عندما دع ابراهيم واصحاق ويعقوب لكن يجي في سفر الخروج كلمنا عن الإله الفادي هذا الإله الخالق الذي خلق السماء والأرض هو نفسه الذي يفدي يفدي من الحفرة حياتك هو يخلص لأنني أنا الله وليس آخر أنا الله وليس آخر ناخد شاهد آخر بتكلمني عن هذه الحقيقة بوضوح كبير أيضا أوقات التكنولوجيا بتاعتنا بتعطل شوية بس هذا الإله الواحد في كل الكتاب مؤدس في كل الكتاب مؤدس هو إله واحد ما عندناش غير هذا الإله ما عندناش غير هذا الإله هذا الإله الواحد إله وحيد ليس معه شريك ليس معه شخص آخر وهذا الحقيقة مش بس بنجدها في العهد القديم هذه الحقيقة بنجدها أيضا في العهد الجديد لأنه يوجد إله واحد كويس هذا هو الإله الواحد الذي صنع السموات والأرض الإله الذي ليس سواه كده أحضر دم حضرتكم الشاهد دون أوكي يقول كده في نحمية ما معرفش أنا هقرأ الشاهد قدام حضرات لو لا يلعبه لما بس الباور بورينت تشتغل يقول كده في نحمية وأصحح تسعة وعدد ستة لما جمعنا حمية الشعب عشان يسبحوا الرب لأجل ما صنع الرب بيذكرهم بحقيقة مهمة جدا عن مين هو الله ولأنه هو واحد فهو وحده الذي له العبادة والسجود يقول كده قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد وليتبارك اسم جلاله المتعالي على كل بركة وتسبيح أنت هو الرب وحدك أنت هو الرب وحدك ما فيش حد معاك أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد ربوبية الله سلطان الله مبنية على أنه واحد الأمم الوثنية كان هناك صراع ما بين الألهة الألهة تتصارع مع بعض تتخانق مع بعض مين الذي له السيادة حتى خلق العالم كان نتيجة صراع الألهة أن يأخذ جسد الإلهة أو الإلهة الفلاني ويصنع منه السماء ويأخذ مش عارف إيه من الله الفلاني ويصنع منه الأرض هو صراع عليها هذا غير موجود في المسيحية النهائية لأن ربوبية الله وسلطان الله مبني 100% على وحدانية الرب كويس شاهد آخر أيضا عن العهد الجديد كلمنا أن الله الله واحد الله واحد كويس الله إله واحد آآ العهد الجديد العهد الجديد بتؤمنه بالثلوس على أي أساس على أي أساس بتؤمن بالثلوس إلي خلينا نؤمن كمسيحيين بطبيعة الله الواحد أنا هم ثلاث الأقنين أنا أخذكم شوية في رحلة النهاردة في بعض الأجزاء الخاصة بالعهد الأديم هذه العقيدة لم تكن أبدا من اختراع بشر هذه العقيدة ليست من اختراع أحد ولا يستطيع أحد أن يخترع هذه العقيدة هتقول لي بس هناك هناك في العبادات الوثنية يوجد ثلوس إزيس وأزريس وحورس قل لك يعني بعد المشك عن المغرب عن فكرة الثلوس المصري وعن فكرة الثلوس في الكتاب المقدس الثلوس المصري مبني على ثلاث أليحة الثلوس المصري مبني على التناسل الجسدي وحاش لله أن يكون هكذا الثلوس في الكتاب المقدس مبني على وحدانية الله لكن هذه الوحدانية الجامعة فيها تعددية شخص الواحد فيه تعدد زي ما أنا وإنت فينا تعدد كويس أنا موجود بذاتي أنا بتكلم بكلمتي أنا لي روح بس أنا شخص واحد أنا مش شخصين ولا ثلاثة كذلك الله الذي خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه وعش كده التعددية في الكتاب المقدس تعددية موجودة في شخص الله من أين أتت أو من أين أت الإيمان بأن الله في طبيعته جامعة موجود بذاته ناطق بكلمته وحين بروح من أين أتت هذه الحقيقة أولا لم تأتي من تلاميذ المسيح لم يخترعها تلاميذ المسيح هتقول لي مال مين اللي اخترعها أقولك محدش اخترعها محدش اخترعها تلاميذ المسيح أساسا يهود واليهود يعلم واليهود يعلم جيدا أنه اسم مع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد لكن تلاميذ المسيح عاشوا مع المسيح ولما عاشوا مع المسيح لما عاشوا مع المسيح سمعوا المسيح وشافوه وشافوا آياته ومعجزاته واعلاناته عن نفسه وكان السؤال دايما اللي بتسئل من هو هذا أإنسان أم يسمو عن إنسان أكمل مع حضراتكم بس انت خلينا ناخد مداخلة الأخ هاجوج من روسيا أهلين بك كيفك حبيبي كيفك انت نشكر رب كويس كيفك حبيبي نشكر رب أنا عايش تحت رحمة وما دام تبخير أنا بخير أمين أمين يعني الصراحة موضوع قيم وشيخ للغاية فأنا كنت فأنا حابب أن أدخل جبل ما يتنتهي الحلقة بعشر دقائق ولكن يعني الرب يبارك حياتك موضوع الثلوث موضوع الثلوث موضوع الثلوث للأسف الشديد كثير ناس شوهت عقيدة في الثلوث ويعني يعني لا يمكن للإنسان أو المخلوق المحدود اللي أنا وإنت أن نفهم بالكامل طبيعة خلقه اللانهائية ببساطة دحي ويعني وأعماله وأفكاره الداخلية سداني أخوي الغالي دكتور أشرف لما خلق الرب الإله العقل البشري يعني لذلك هو أكبر من قدرته طبعا وعلى فهمه واشفعاب هذا الكنام فالمستوى الأعلى للوجود الإلهي هو غامض وغير مفهوم للإنسان المخلوق دون وجود الأوطى نحن نعرف أنه يعني رح ننتهي قريبا جدا ورح نكون مع الرب يخلق المسيح في السماويات ولكن جسدنا رح يتمحل جسدنا رح يتمحل يعني رح ينتهي هذا الجسد نهايته هو التراب فاللي أنا حابب أوضحه أنه يعني في سفر أيوب في سفر أيوب بيقول شغلة كثير حلوة في سفر أيوب 36 الآية 26 بتقول هو دا الله عظيم ولا نعرفه وعدد في إنه لا يفحص شوف محلى الكلام يعني الرب الإله قدمه هو كلامه جميل ورائع يعني وكمان شغلة ثانية للرب الإله من خلال النبي أشعياء في أشعياء 55-9 يقول لأنه كما عالت السماوات عن الأرض هكذا علية طرق عن طرقهم وأفكاري عن أفكارهم شوف ما أحلى الكلام يعني أفكار الرب مش متل أفكارنا يعني ببساطة أخويا غالي أشرف عقل الرب مش متل عقلنا يعني تخطيط الرب يعني أنا اليوم مثلا أنا خططت أني رح أسافر على أمريكا مثلا أول إخطاء يا أهلا بيك لأنني أسافر على كندا مثلا على سبيل المثال أسافر على كندا فالرب الإله بدو إياني مثلا أو عايزني مثلا أسافر على نقطة ثانية مش على نفس البيئة اللي أنا أخططها لأنه قلت لك أخوي الغالي أشرف وقلت لجميع الموجودين أتمنى بإسم يسوع المسيح تقدر تفهموا علي على هذا الكلام لا فهمين فهمين كويس آتي اللي أنا وإنت فهمنين عليك والموجودين والمؤمنين الحقيقين في المسيح يسوع أكيد فهمنين عليك بالروح القدس طبعا يعني لا يستطيع أحد يعقول يسوع رب إلا بالروح صح نعم فيعني نفهم من هذا الكلام مثلا تخطيط الرب قلت لك تخطيط الرب هدفه بس أنه مثلا على سبيل المثال قلت لك أخوي الغالي أنه مثلا أروح على كندا مش أروح على أمريك تخطيط البشري أن أروح على أمريك لا رب البيان أروح على كندا فهذا اللي إحنا بدنا نفهمه هذا الشيء اللي إحنا يعني عايزين نفهمه يعني قلت لك أنه إحنا نؤمن إحنا المسيحيين نؤمن جميع المسيحيين تمام اللي عددنا 2 مليار بني آدم ويعني هو مبدأ الثالو هو مبدأ أحد المبادئ المسيحية الأساسية الله جوهر تائن واحد غير منقسم وأقدس في 3 أقانيب أشخاص متميزين الله هو الكلمة كلمته الإبن هو حكمته تمام والروح القدس هو الله روح القدس الله قائم بذاته عاقل ناطق حكمته وكريمته وحي بروحه ببساطة فالأخ المسلم مع الأسف الشديد أو أي أخ مثلا مش فاهم الثالوث هذا هو الثالوث يعني المسيح مثلا أو أي مثلا واتأبر يعني نفهم هذا الكلام يعني ببساطة إنه الإنسان البشر اللي أنا وأنت مع احترام إلى شهادات ما لي معانا ولكن يعجز الإنسان عن وصف حقيقة الرب لله باللغات البشرية المتعاونة ده حقيقي ده طبعا ده بكل تأكيد يعني الواحد أتفق معك بهذا الأمر عشان كده عشان كده الإعلان المسيحي هو إعلان من فوق لتحت نزبوط هو الله لازم يعلن عن نفسه أنا ما أقدرش إن أنا أعرف الله الله هو اللي بيعلن عن نفسه وباخد هذه الإعلانات الإلهية عن نفسه من خلال إعلانات مباشرة بيقولها عن نفسه من خلال أعماله اللي بيقولها من خلال معجزاته كويس خلال الطبيعة اللي خلقها كل ما أعلنوا لينا معلن في الكتاب معدس مسجل لنا في الكتاب معدس فأنا بجمع بجمع كل ده صح بجمع كل ده وأقول ده مش اختراعي أنا ده كلام الله عنه هو بيقول كده يعني من ضمن الحاجات مثلا أخويا هيجب إنه إنه لما الرب في العهد الأديم يقول نصنع الإنسان على سورتنا ويكلم ويكلم بالصيغة الجامعة طب وكي على سورتنا هو ليه هو ليه بيستخدم صيغة الجامعة ما إنه في العبري ما فيه صيغة التعظيم ده في الإسلام والعرب لا يوجد في العبري حاجة اسمها صيغة الملوك ما بيقولوش نحن كذا ليه بيقول أنا ليه هنا الرب نفسه لما بيكلم يقول نصنع الإنسان على سورتنا ليه لما يقول ننزل نبلبل لسانهم بصيغة الجامعة لما يعلن عن أول آية في العهد الأديم يقول إلهيم جاية بصيغة الجامعة معناه يوجد صيغة المفرد لإلهيم مصبوح لكن ليه يستخدم عن نفسه سيغة الجامعة فهنا كأن الله كأن الله بيعلن عن حاجات هتكتمل فيما بعد أنا كمؤمن هفهمها فيما بعد في إعلان يسوع المسيح الحاجات دي كلها هتتفهم لي فيما بعد كويس ليه ربنا استخدم سيغة الجامعة ودي واحدة من الحاجات يعني حتى سيغة الجامعة أوقات كتيرة يستخدم إلهيم لكن معاه يستخدم الفعل المفرد يعني ما يقولش في البدء خلق ما يقولش في البدء خلقوا إلهيم لا لا يقول في البدء خلق بصيغة الجامعة المفرد المذكر نعم يستخدم المفرد المذكر كفعل لكن في نفس الوقت الاسم نفسه هو بلولر جامعة نعم كويس مزبوط مية بالمية فدي واحدة من الحاجات اللي في العهد القديم بنقف نقول آه أوكي احنا هو هو لي هو إيه طبيعة هذا الإله أنه يتكلم بهذا الشكل يعني يعني لما يقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا لأشعياء ستة نعم أوكي طب ليه ما يقولش من أرسل ومن يذهب من أجلي مع أنه مرات كثيرة يستخدم هذه الصيغة لكن يجي يقول من أرسل ومن يذهب من أجلنا جمع طب هو هو فالداجوز من من الآيات اللي في العهد القديم اللي بتتكلم أو تشير إلى التعددية في الشخص الواحد نعم اللي بسميها إحنا الوحدانية الجامعة نعم وحدانية الله الجامعة نعم كويس فدي واحدة من الحاجات فأشكرك أخويا هيك الله بيبارك وأنا دايماً بسعد بسمع صوتك تسلمني يا غالي ومرحب بيك مرحب بيك مرحب بيك دايماً في مدخلاتك وإضافاتك الجميلة وتعليقاتك الحلوة اللي بنسمعها ونتبرك بيها تسلمني يا غالي بس خليني أختم بس بنصب صغير شكراً شكراً كتيراً إحنا مش موضوعنا موضوع إسلامي ولكن بدنا نضيف بس يعني زي ما بيقول لك لمس شوي من هذا الكلام المشكلة للأسف الشديد الإخوة المسلمين عندهم شغلة يعني اللي هي ما يسمى إنه إحنا مش فهمين الثلوث إزاي بتعبدو ثلاث آلهة فتعرف إن أخوي الغالي أخطأ كاتب القرآن خطأ كبير وشاسع أن المسيحية أبداً لم تعلم أبداً أن القديسة الطبوية الطاهرة العفيفة مريم من عضراء وردة السيدة رب يسوع المسيح هي إله رغم ذلك في سورة المائدة في سورة المائدة هذا الكلام في سورة المائدة الآية 5 الآية 73 الآية 75 بيقول لك إن المسيح وأمه والله تمام الثلاثة هم الثلاث آج إحنا ما بنعبدش لها القديسة مريم لها مكانتها لها احترامها لها تقديرها معه كرامي تمام وأيضاً إحنا نعبد الله الواحد لا شريك له نعبد إلهين نعبد يهوى الظاهر في الجسد فقط لا غير فإنه الله هو مريم والسيد المسيح هذه بدعة هي هي دي بس الغلطة اللي هو غلطها غلطات الأخلاط هي دي بس الغلطة لما واحد لما واحد ينكر أعظم حدث تاريخي كويس ولا يقدم له دليل ووصل بالمسيح تسميها إيدي مصيبة صدقني مصيبة مرة بيقول لك يهوذة مرة بيقول لك نيقوداموس مرة بيقول لك أحدى أحدى تلميذ أصغر تلميذ أصغر تلميذ أحدى الحراس تاتانيوس تاتانيوس يعمل مثلا بلبلة يا أخي احترنا يا جرع من وين يبوسك هذا مثل أردني عنا بالأردن فيعني صداني الرب يرحم الرب يبركك شكرا لك حي شكرا لك الرب يبركك الرب نيخليك شكرا لك تانكيو حي صلى من أجلك أمين الرب يبركك ويا قودك ربما الله يخبرك سلام نسيح معكم سلام حبيب فالتعددية في الإله الواحد موجودة موجود لها أسميها أنا ومضات أو إشعاعات كويس في العهد القديم فمثلا زي ما قلت لحضراتكم الاسم نفسه الصيغة صيغة الجامعة كويس انت تدل على حاجة فتدل على حاجة يمكن أنا مش فاهمها كشخص يهودي لسه لكنه ليه ربنا بيستخدم صيغة الجامعة ليه ربنا بيستخدم الاسم الجامعة دي حاجة الحاجة التانية والمهمة قوي أيضا اللي بتؤكد لي انه التعددية في الشخص الواحد التعددية في الشخص الواحد هو ظهور ملاك الرب في العهد القديم ملاك الرب في العهد القديم ده موضوع كبير جدا بيندرج تحت ظهرات المسيح يعني لو درستنا ظهرات المسيح أو الزهرات الإلهية في العهد القديم نجد انه دايما ملاك الرب كويس بيتكلم بسلطان الرب يعني مثلا لما ظهر لهاجر في أصحاح 16 من سفر التكوين ولما ظهر لإبراهيم في تكوين 22 ولما ظهر لجدعون في أصحاح 6 من سفر القضاء الظهرات دي كلها بتاعة ملاك الرب ملاك الرب بيتكلم كويس بسلطان لا يمكن أبدا لملاك من الملائكة أن يتكلم به يعني لما يقول إبراهيم بذاتي أقسمت هو مين أنت عشان بذاتك أقسم ده الوحيد اللي بيقسم بذاته هو الرب كويس لما يقول لهاجر تكثيرا أكثر ناس لك دي حاجة بتاعة ربنا مش بتاعتك أنت بأي سلطان فبنعرف من كلامه ومن صفاته ومن السلطان اللي عنده أن هذا الشخص هو مش مجرد ملاك لا ده شخص سماوي طب ايه هو موجود اتنين في السماء لا موجود واحد وما المين ده ده كلمة الله المعلن عن الله في العهد القديم ده المعلن عن الله في العهد القديم ده الكلمة اللي بيظهر بصور مختلفة لأشخاص مختلفين ليقدم رسالة لهم كويس وفي نفس الوقت هناك تميز يعني هو هو شخص الرب لكنه لكن متميز فهناك تعددية فالله دي واحدة من الحاجات المهمة اللي بنقرأ عنها في العهد القديم حاجة تانية ومهمة أخرى المسيح نفسه في العهد القديم مين هو المسيح كويس آه المسيح بحسب الجسد هو ابن داود لكن أيضا المسيح وصفة بأوصاف إلهية لا تعطى إلا لشخص الرب أقراركم بما أنه سوري الكمبيوتر عصلك معي النهاردة كويس لكن خليني أقرأ بعض الأشياء لحضراتكم اللي بأريكم فيها هذا المسيح آه ابن داود بحسب الجسد بيقول عنه الكتاب إيه من أشهر الآيات موجودة في آه آه سفر أشعياء أصحح تسعة والآيات ستة وسبعة أشعياء تسعة ستة وسبعة يقول هذه الكلمات لأنه يولد لنا ولد وويس ونعطى ابنا ماشي دا مفهوم أنه هيولد ولد بحسب الجسد هيولد لكن هذا المولود هو أيضا عطية لنا لنا كشعب كويس وبعدين يقولي وتكون الرئاسة على كتفيه أفهم من كده أنه هيبقى ملك أو له السلطان لكن خلوا بالكم من الأوصاف اللي أعطيت له لأن هذه الأوصاف هي أوصاف الرب نفسه هي أوصاف الرب الإله نفسه يقول كده ويدعى اسمه عجيبا مشيرا ويمكن عجيبا مشيرا هو لفظ أو خلينا أقوله هو وصف مزدوج هو عجيب في مشورته يعني المشورة اللي بيقدمها والفكر اللي بيقدمه كما علت السماوات على الأرض هكذا علت أفكار عن أفكارنا وتركوا عن تركنا هو عجيبا في مشورته هو إلها قدير هو مين القدير مين هذا الإله القدير أليس هو يهوى وحده الذي يحيي ويميت الذي قال عن نفسه أنه ليس آخر سوى يجي هنا يقول إلها قديرا أبا أبديا هو أبو الأبدية رئيس السلام من 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 له هذه الأوصاف أنه المسيح طب المسيح بحسب الجسد هو ابن داود هيولد من عزراء لا لا ده بحسب الجسد لكن هو من حيث الطبيعة بتاعته هو أعظم من هذا له الطبيعة إلهية أنت هتجنننا وليه يمكن في جناننا الشفاء أنا مش بجننك لكن ده الإعلان الإلهي لمن هذه الأوصاف للمسيح للمسيح الذي هو ابن داود بحسب الجسد أيوة لكن لأنه طبيعة هي الكلمة المتجسد الكلمة الأذلي المتجسد فكرة الله الناطق فهو إلها قديرا أبا أبديا ورئيس السلام طيب آية أخرى آية أخرى مهمة جدا متتكلم عن المسيح في صفر ميخة من أصفر الأنبياء الصغار وأصحاح خمسة كويس وواحد من المسلمين طبعا يقول لي هل ذكرى في الكتاب المقدس أن اللهوت والناسوت أنا عايز أقول لك في الآية اللي أنا قريتها دي اتكلمت عن المسيح بحسب الجسد النسوت وكلمت عن المسيح ابن الله الكلمة الأزلي اللهوت ونص نص تاني نص تاني لا يقل أهمية عن هذا النص التاني بيقول ليه في ميخة خمسة وأصحاح أصحاح خمسة وعدد اتنين يقول أما أنت يا بيت لحم كلم بيت لحم أفرات وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوزة كويس فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل منك من بيت لحم ومعروف أن المسيح ولد في بيت لحم ولد في بيت لحم دي النبوة اللي قالت لي أين يولد المسيح أنا ولد في بيت لحم لكن المسيح ولدته في بيت لحم ليست هي بديته دي بديته بحسب الجسد لكن هو أساسا أزلي جبتها منين دي بتها من نص ده ونفسه يقول كده ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يعني هو هيولد في بيت لحم بس أوعد فكر أوعد فكر أن المسيح الذي سيولد في بيت لحم أن هذه هي بداية المسيح لا 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 ده مخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل هذا التعبير هو تعبير يصف الرب الإله أنه أزلي ولا شخص أزلي إلا الله فكيف يوصف المسيح بأوصاف الله نفسه إن لم يكن هو كلمة الله الأزلي لأن الله بذاته كان ناطقا منذ الأزل كلمة الله الأزلي لأجل هذا وصف الكتاب المؤدس وقال لنا إنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل نفهم من ده كله إيه نفهم أن العهد القديم بيؤكد على وحدانية الله الله من حيث العدد هو واحد لكن من حيث الطبيعة هو موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه ده اللي نفهمه من العهد القديم أيوة ده اللي نفهمه من العهد القديم وده اللي فهمناه كمان بإضافة العهد الجديد والحلقة الجاية هتكلم عن العهد الجديد وما قدمه العهد الجديد من ضوء على عقيدة تتلوس فليست من اختراع بشر لكنها إعلان إلهي الله أعلن عن نفسه نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر